في إطار سياسة القرب التي تنهجها المملكة العربية السعودية اتجاه الجالية المسلمة وتلمس احتياجاتها والاطلاع على أحوال المسلمين بأوروبا قام سفير خادم الحرمين الشريفين ببلجيكا والاتحاد الأوروبي بزيارة لدوقية لكسنبورغ للاطلاع على أوضاع الجالية المسلمة هناك تلبية لنداء الذي وجهته عدد من الجمعية الإسلامية لسفارة دولة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس شورى مسلمي دوقية لكسنبورغ الموثل الرسمي للجالية المسلمة والمعترف به لدى الدوائر الرسمية استمع سفير خادم الحرمين الشريفين لانشغالات وهموم أبناء المسلمين داعياً كل الفعالية الإسلامية لتوحيد صفوفها ولتمكينها من نيل حقوقها كاملة في بلدان الإقامة شرفنا في الحقيقة هذا اليوم برفقة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ودوقة لكسنبورغ بزيارة هذا المركز الإسلامي وطلعنا على أحوال المسلمين في هذا البلد الصغير والحمد لله كانت الزيارة موفقة وناجحة وستمع معالي سفير خادم الحرمين الشريفين إلى الجالية المسلمة وتفقد مشاكلهم وبحث معهم مواضيع وقدم لهم هدايا مصاحف عبارة مصاحف من القرآن الكريم رؤساء المراكز الإسلامية باللوكسنبورغ طالبوا وخلال هذا اللقاء بمزيد من الدعم المعنوي في إطار عملهم على توضيح الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي والمعتدل وربط مزيد من أواصر التعاون مع الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق مطالب الجالية والمساواة مع بقية الديانات في الحقوق والواجبات من جهته أكد سفير المملكة العربية السعودية الدكتور فيصل طراد على الدور المحوري للمملكة في الدفاع عن مصالح الجالية المسلمة مذكرا أن انشغالات هذه الأخيرة كانت على أجندة لقائها اليوم بالمسؤولين الكبار بدوقية الليكسنبورغ حيث تعمل المملكة العربية السعودية على الدفع بجهودها من أجل أن يتم الاعتراف بالدين الإسلامي بشكل رسمي في الدوقية كما أشرف سعادته على تسليم المركز الإسلامي بالليكسنبورغ شحن مهمة من المصاحف مفسرة باللغة الفرنسية والألمانية والبصنية والتي يصهر على طبعها مجمع الملك فهد لطبع المصحف الشريف نحن بتوابية الحال عندنا أمل ونتوسم خير في أخواننا سواء في السفارة السعودية وكذلك في السعودية نفسها حتى تدعم الجالية المسلمة في الغرب أينما كانت وأهلا وسهلا بهم يدعمون كذلك المشاريع الخير هنا في لكسنبورغ ونحن بتوابية الحال نرحب بهم في كل وقت أهلا وسهلا مركز الوسطى الإسلامي بالليكسنبورغ ورغم المجهودات التي يبدلها المسؤولون عليه وعملية التوسع والإصلاحات التي أجريت فيه مؤخرا إلا أنه لا يتسع لعدد المصلين يوم الجمعة حيث تقام الصلاة مرتين متتاليتين لعدم سعة المركز للعدد المتزايد للمصلين ارتياح كبير خلفته الزيارة التفقدية لسفير خادم الحرمين الشريفين للجالية المسلمة بالليكسنبورغ زيارة من شأنها أن تعزز مكانة المسلمين وتعطيها دفع قوية حكيمة ريمش تلفزيون المملكة العربية السعودية لكسنبورغ